المواصلات فائقة التوصيل والمغانط السلام عليكم وعليكم السلام ماذا بك يا خالد؟ إنني متضايق بسبب شاحن الحاسوب ماذا حدث له؟ إنه يسخن باستمرار عند توصيله بالكهرباء وما سبب سخونته؟ إن ذلك يحدث نتيجة للمقاومة الكهربائية لسلك النحاس التي تتسبب في ضياع الكثير من الطاقة الكهربائية هل تعلم أن هناك بعض المواد يسري من خلالها التيار الكهربائي بدون أن يواجه أي مقاومة كهربائية؟ لا، لا أعلم إنها مواد يتم تبريدها لدرجة حرارة منخفضة مما يسمح بمرور تيار كهربائي كبير جدا ولذلك تسمى هذه المواد بالمواد فائقة التوصيل الكهربائي أستنتج من ذلك أن التيار المرة عبر هذه الموصلات لن يحتاج إلى قوة دفع كهربائية إلا لمرة واحدة فقط ثم يستمر مرور التيار في هذا السلك لمدة طويلة جدا ولذلك كان الكثير من العلماء يسعى لاختراع هذه المواد نعم، ولكن جاء هذا الاختراع عن طريق المصادفة فأحد العلماء قام بتبريد الزئبقي حتى وصل إلى أربع درجات كلفن أي ما يعادل مائتين وتسع وستين درجة سليزية تحت الصفر ثم قام بقياس مقاومته الكهربائية فوجدها تساوي صفرا واستمر مرور التيار به حتى مع توقف القوة الدافعة الكهربائية إذن هذه الأسلاك لا تسخن ولا تسبب ضياع الطاقة الكهربائية بتحولها إلى طاقة حرارية وما هي هذه المواد التي يمكن أن نصنع منها موصلات فائقة؟ لا أعتقد أن النحاس يصلح لصنعيها لوجود شوائب قليلة به بالفعل، وإنما يستخدم الألمونيوم لارتفاع درجة نقائه فهو يصبح موصلا فائقا عند تبريده لدرجة واحد درجة كلفن وكذلك القصدير عند 2 درجة كلفن وهناك مواد أخرى لها الخاصية نفسها ولكن ألاحظ أن درجة حرارة هذه المواد منخفضة جدا ألا توجد موصلات فائقة عند درجة حرارة أعلى من ذلك؟ بلى، هناك العديد من المواد مثل المواد السيراميكية والغزافية ويتم تبريدها أيضا ولكن لدرجات حرارة أعلى من السابقة إذن فجميع الموصلات التي تم اختراعها تحتاج إلى تبريد نعم، فالتبريد هو ما يكسبها خواصة جديدة لقد سمعت عن ظاهرة غريبة اسمها تأثير ميسنر تحدث عندما تبرد هذه المواد وأنا أيضا قرأت عنها وهي تقول إن هذه المواد عندما توضع على مغناطيس فإن المجال المغناطيسي لا يستطيع اختراقها أبدا وبذلك تطفو فوق سطح المغناطيس ترأت على ذهني فكرة يمكن صنع قطار يكون سطحه السفلي موصلا فائقا والقطبان عبارة عن مغناطيس فيقل الاحتكاك لأقصى درجة ويكون هذا القطار فائق السرعة أتعرف يا سالم؟ إنك تفكر مثل العلماء فقد فكروا في هذا وكذلك يمكننا الاستفادة من خاصية عدام المقاومة الكهربائية فنصنع أسلاكا من هذه المواد تنقل التيار الكهربائي بدون أن تبدد الطاقة الكهربائية وذلك بتحويلها إلى طاقة حرارية وأيضا تقوم بخفض القوة الدافعة الكهربائية ويمكننا صنع مغانط غاية في القوة لأن التيار المر بالملفات يكون كبيرا جدا وكيف هذا؟ إن التيار الذي يمكن نقله عبر سلك مساحة مقطعه سنتيمتر مربع من المواد فائقة التوصيل يصل إلى مئة ألف أمبير في حين لا يصل في سلك نحاسي له السمك نفسه إلا لمئة أمبير وهل فكر أحد في صنع هذه المغانط؟ نعم وتم صنعها فعلا وعدد لفاتها كبير جدا وتستخدم مبردات لتبريد المغانط حتى تصل إلى الدرجة المناسبة وأين توجد هذه المغانط؟ في مسرعات الجسيمات وهي أنابيب صغيرة جدا تشبه البندقية تقوم بإطلاق الجسيمات مثل الإلكترونات أو البروتونات ثم الزيادة سرعتها حتى تقترب من سرعة الضوء بواسطة المجال المغناطيسي لتصطدم بجسيمات أخرى وتتحطم لإنتاج جسيمات أصغر وفيما يتم استخدامها؟ تستخدم في الأبحاث وتتكلف مبالغ كبيرة جدا لأن هذه المسرعات تحتوي على أكثر من ألف مغناطيس كهربائي فائق التوصيل ولماذا لا يوجد لدينا موصل فائق مثل هذا في المنزل؟ إن هذه الموصلات لكي تعمل فإنها تغمر باستمرار في مواد مبردة وهذه المواد غالية الثمن وتتبخر باستمرار وحتى الآن لم يتم اختراع موصل فائق يعمل في درجة حرارة الغرفة رغم أنها ضرورية في مجال الطب وما هي استخداماتها في الطب؟ نستخدمها في جهاز الفحص بالرانين المغناطيسي M.R.I. الذي يستخدم لفحص الجسم والكشف عن الأنسجة التالفة والأورام والأمراض ولماذا يوصف ذلك الفحص بالمغناطيسي؟ لأن هذا الجهاز بداخله مغناطيس كهربائي قوي لإنتاج مجال مغناطيسي كبير حول المريض وهذا المغناطيس يتم صناعته من المواد فائقة التوصيل المبردة بشدة لذلك فتلك الأشعة غالية الثمن الآن فهمت سبب سخونة الشاحن وأنا كذلك تعلمت الكثير عن المواد فائقة التوصيل شكرا يا أخي لقد تعلمت اليوم ما يلي الموصلات فائقة التوصيل هي موصلات كهربائية لا يواجه التيار الكهربائي فيها أي مقاومة كهربائية تستخدم الموصلات فائقة التوصيل في مجال الطب ظاهرة تأثير ميسنر تقول إن هذه المواد عندما توضع على مغناطيس فإن المجال المغناطيسي لا يستطيع اختراقها أبدا وبذلك تطفو فوق سطح المغناطيس ترجمة نانسي قنقر